نحن علينا أن نؤسس جبهة المقاومة العالمية الإنسانية وأن يكون الشعار هو هيهات مننا الذلة هذه الكرامة والعزة أعطيناها ما بحق إلا أبدا أن نتنازل عنها علينا أن نحافظ عليها وخاصة عند الآخرين هذا بند أساسي في صلب المسيحية موضوع تشكيل جبهة نحن ندعو إلى وحدة أمة وهذا الأمر المفقود ووحدة الأمة هي واجب شرعي على كل المسلمين ابتداء نحن أمام مشروع خطير جدا يهدد كل الإنسانية يهدد كرامة كل الإنسان في هذا الكون أدعو محور المقاومة وقواه أن نخرج من دائرة التحالفات ونخرج من دائرة الساحات نحن كيان واحد وجسد واحد وبقيادة واحدة ورؤية واحدة وقرار واحد الفلسطين عندما يقاتل الإسرائيلي لا يقاتل فقط دفاع عن فلسطين وعن الأقصى عن كنيسة القيامة يقاتل دفاعا عن كل الناس كل المستضعفين في العالم ونحن عندما نساند الفلسطيني لا نريد لا جزاء ولا شكورة يعني نحن ندافع أيضا عن أنفسنا وعن كل أحرار العالم وعن كل الناس